الخارجية تؤكد أن مصر في طليعة الدول الداعمة لعمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة الرئيس العراقي يشدد على إجراء الانتخابات في موعدها ويدعو لتحكيم لغة العقل لتجاوز هذه الأزمات ومنظمة الصحة العالمية تعلن دعم دول بأفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب أسيا لزيادة الانتاج المحلي للقاحات كورونا الثالثة عصرنا الواحدة بتوقيت جرينش نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم القائر أهلا بكم والبداية مع زميلة نوها دارويش أهلا بك نوها أهلا بك دانا أهلا بكم مشاهدين أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن مصر تعمل لتحقيق الاتصاق بين حفظ السلام وبناء السلام وذلك في إطار رئاساتها الحالية للجنة بناء السلام بالأمم المتحدة لعام 2021 وأوضح متحدث الخارجية أن ذلك يأتي في ضوء ريادة الرئيس السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزعات بأفريقيا يضم المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة إمكانات لوجستية وتقنية وتدريبية عالية المستوى ويتم في المركز تدريب الكوادر الأمنية المحلية والدولية على عمليات حفظ السلام وهما يأتي استمراراً للمساهمات المصرية في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام تساهم وزارة الداخلية بكوادرها الأمنية في مهام حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة إيماناً منها بأهمية تحقيق السلم والأمن الدوليين في مناطق الصراعات والنزاعات على مستوى العالم لتحتل مصر بتلك المشاركات خلال عام 2021 المرتبة الثالثة بين أكثر الدول مشاركة بعناصر شرطية في تلك المهام السلمية الدولية مساهمات الوزارة لم تبتصر على عناصرها بل امتدت إلى إنشاء المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة لتدريب وإعداد الكوادر الشرطية للمشاركة في مهام حفظ السلام انشئ المركز على مساحة 14700 متر مربع ومجهز بكافة الإمكانات العلمية والتدريبية المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بيأهلنا للمشاركة في مأمورية حفظ السلام من خلال دورات تدريبية وورش عمل وبرامج تخصصية وخاصة أن الأمم المتحدة بتقول اهتمام كبير بالمشاركة العناصر النسائية في مأمورية حفظ السلام حيث يضم المركز إثنتي عشرة قاعة تدريبية مختلفة المساحات ذات أغراض علمية وتدريبية متعددة ومتنوعة ومزودة بشاشات ذكية وأجهزة ترجمة فورية كما يضم قاعتين للتدريب على برامج وتطبيقات الحاسب الألي مزودتين بإنترنت فائق السرعة المركز يحتوي على مكتبة ورقية ورقمية غانية بأحدث الإصدارات والأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية بين جنبات المركز توجد قاعة مؤتمرات واحتفالات رئيسية تتاسع لمئتي شخص ومجهزة بأحدث أجهزة الصوتيات والترجمة وقاعة رئيسية للاجتماعات مزودة بوسائل تكنولوجية حديثة كما يضم المركز صالون لاستقبال كبار الشخصيات ورعي عند إنشاء المركز الجانبين المهاري والبدني في إعداد الكوادر الأمنية المشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية حيث يضم صالة للألعاب الرياضية وميدان خارجي للتدريب العملي واجتياز الموانع كما يضم المركز ملعباً خماسياً لقرة القدم ويشمل المركز ميدانين رئيسيين هما ميدان الرماية المغلق أنشئ وفقاً لأحدث المعايير الدولية للأمن والسلامة وميدان للتدريب على قيادة سيارات الدفع الرباعي في المناطق الوعرة والظروف المناخية المختلفة مركز الضم الميدانين تدريبية على عام مستوى مجهزة وفقاً أحدث المعايير اللي يتحاكي الواقع دالبي آهل الزباط على التعامل الجاية في جميع الظروف المختلفة التي واجهها في دول النزاعات ويوفر المركز إقامة متميزة للمتدريبين تقدم لهم خدمات فندقية متنوعة كما يوجد به عيادة طبية مجهزة للتعامل مع حالات الطوارئ ويتواصل بإنشاء هذا المركز إسهامات مصر الدولية لتهيئة وتدريب الكوادر الأمنية الوطنية والدولية لآداء مهامها في حفظ الأمن والسلم الدوليين بكل كفاءة وفاعلية تشارك مصر بدور فاعل في قوات حفظ السلام انطلاقا من دعمها لجهود السلام والأمن في كافة أنحاء العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قال المتشار دكتور حنفي جبال رئيس مجلس النواب إن جائحة كورونا تسبت في تدعيات وخيمة وأثار بالغة القصوى على كافة الأصعد والمستوهيات وخلفت ندوبا غائرة في جسد البشرية هذا وأضف في كلمتها أمام الجمعية المائة واثنين واربعين اتحاد الفلماني الدولي بأن دولة المصرية بمؤساتها تنفيذية والتشريعية قد حققت المعادلة الصعبة في تحقيق التوازن الدقيق بين تطبيق الإجراءات الاحترازية وحماية مواطنها واستمرار جهود البناء والتنمية هذا ودع جبالي إلى دعم عدالة توزيع اللقاحات ووضع معايير موضوعية في تحديد أولويات وأفضليات توزيع اللقاحات عالميا أكد الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيد في كلماته أمام هيئة الملتقى الإعلامية العربي أن المرحلة الحالية تستوجب استثماراً أكبر في صناعة محتوى عربي على الإنترنت بهدف الوصول إلى عقل الآخر والتأثير فيه ودفاع عن صورة المجتمع العربي أن المرحلة الحالية تستوجب استثماراً أكبر في صناعة محتوى عربي على الإنترنت باللغات المختلفة الأجنبية ذات تأثير واسع الإنجليزية منها الأسبانية أيضاً الفرنسية وغيرها فضلاً عن اللغات ذات الصلة بقضيانا كالفارسية وحتى العبرية وذلك بهدف الوصول إلى عقل الآخر والتأثير فيه والدفاع عن صورة المجتمع العربي وقضيانا وفي مقدمتها بطبيعة الحال القضية الفلسطينية وأضاف أبو الغيط أن الأحداث الأخيرة في القدس وغزة والضفة الغربية قد كشفت عن أهمية العمل الإعلامي بكافة صوره وبتنوع منصاته في التصدي للدعاية المضادة لقد كشفت الأحداث الأخيرة في القدس وغزة والضفة الغربية عن أهمية العمل الإعلامي بكافة صوره وبتنوع منصاته في التصدي للدعاية المضادة وكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية التي لا يعرف الكثيرون في أنحاء العالم عنها شيئا ولا طالما نحن العرب عانينا من انحياز بالذات في الإعلام الغربي للرواية الإسرائيلية التي تصور الطرف المعتدي وكأنه في حالة دفاع دائما عن النفس وتجعل من الفلسطيني المدافع عن وجوده على أرضه رمزا للإرهاب والعنف كدى الرئيس العراقي برهم صالح أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد استحقاق وطني ومطلب شعبي وضع صالح خلال كلمة له في المؤتمر الرابع لمنظمات المجتمع المدني القوى السياسية إلى تحكيم لغة العقل لتجاوز الأزمات ومحاربة المال السياسي وكبح الفساد إن المهمة الأساسية والجوهرية والتي على أساسها تشكلت الحكومة الحالية هي إجراء الانتخابات وهو مسؤولية وطنية كبيرة لا تتوقف عند الحكومة فقط بل تتحمل المسؤولية أيضا القوى السياسية الوطنية والتي أسهمت في تشكيل الحكومة في ظروف حساسة وبالغة التعقيد وأيضا يتطلب تكاتفا مجتمعيا وفي طليعة ذلك العمل المجتمعات الجمعيات المدنية والغير حكومية والتي يمكن أن يكون لها دورا فاعلا وأساسا في هذه المرحلة ونمهد لإجراء الانتخابات القادمة القد وكالة والاستخبارات تابعة لوزارتها داخلية القبض على 12 إرهابيا في مناطق متفرقة من محافظة نينوى هذا واشارت خلية الإعلام الأمني إلى أن المتهمين اعترفوا بالاشتراك بعدم من العمليات الإرهابية من القوات الأمنية والمواطنين وحث العراقيين بالانضمام لتنظيم داعش قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن محاربة الإرهاب جزء أساسي من سياسة العراق وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفاكستاني في بغداد أشار الوزير العراقي إلى أن الإرهاب يعتبر تهديدا للمنطقة بأكملها ويجب التعاون من أجل القضاء عليه الإرهاب تهديد لباكستان والمنطقة والإرهاب تهديد للمجتمع العراقي الكثير من القادة الإرهابيين في العراق كان لهم دورات تدريبية في أفغانستان وتبنوا نفس العقيدة الإرهابية في أفغانستان فليهذا تعاون في هذا المجال تعاون حيوي محاربة الإرهاب جزء من السياسة التي نتبعها ونتعاون مع دول الأخرى في سبيل محاربة الإرهاب في بلدنا وفي البلدان الأخرى قال وزير الخارجية الباكستانية شاه محمود قريشي بأن بلاده تقف بجانب العراق وتدعمه في مجال محاربته للإرهاب خلال مؤتمر النصحفي مع نظيرها العراقي في بغداد قال قريشي إن باكستان تتطلع لأفاق تعاون جديد مع بغداد نتطلع لألاقات التعاون جديدة مع العراق ونحن نستطيع لهم سعالة الواحد للآخر كيف أنه ساعد عراق في مجال الأمن الغذائي كيف أن نستطيع أن نستطيع أن نستطيع أن نستطيع أن نصدر العراقي النفط العراقي وكذلك المساعدة تقدم مساعدة في إعادة الإعمار وتحضير المدن في أن يأخذ دور في عملية البناء في البناء التحتية العراقية رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق قادة الصومال على إجراء انتخابات سليمة وشفافة في غدون شهرين كما رحب بيان المجلس بالالتزام بإجراء انتخابات تحترم الحد الأدنى المتفق عليه لحصة المرأة في البرلمان الصومالي وهي 30% أكد رئيس تونسي قيس سعيد في مؤتمر الصحفي مع رئيس المجلس رياسي الليبي محمد المنفي ودى توافق مع ليبيا في وجهة النظر حول العديد من القضايا نحن شعب واحد عائلة واحدة يؤلمنا ما يؤلم الليبيين ويفرحنا ما يفرح الليبيين صحيح الأزمات كثيرة وتحدثنا عن أسبابها ودواعيها وعن الأوضاع في العالم بصفة عامة وفي منطقتنا بصفة خاصة وكان هناك تطابق في وجهات النظر لأننا نستشرف مستقبلا واحدا نستشرف آمالا واحدة وسنحققها إن شاء الله لنسلمه بعد ذلك السلطة للشباب الصاعد ليحقق آماله وأمانيه ومن جانبه أكد المنفي أن مباحثاته مع رئيس التونسي تنولت التعاون الأمني بين البلدين مشددا على أن أمن ليبيا من أمن تونس نولنا أيضا أوضاع المواطنين في البلدين وكيفية معالجة المشاكل التي يمر بها المواطن التونسي في ليبيا والعكس صحيح وأيضا تسهيل التواصل والنقل بين ليبيا وتونس وهذه النقطة الثالثة التي تحدثنا فيها وكيفية تدليل المصاعب عن طريق اللجان المشتركة والتي أشار إليها السيد فخافة الرئيس والتي ستحال إلى أجهات التنفيذية والوزارية كما أيضا تناولنا التعاون الأمني ونعرف بأن هذه المرحلة هي مرحلة شديدة الخطورة خصوصا في المنطقة فلابد أن يكون هناك استقرار أمني والبعد الأمني هو أهم الأبعاد التي لا بد أن يتم التركيز عليها فأمن ليبيا من أمن تونس والعكس صحيح قال رئيس منظمة الصحة العالمية بأن المنظمة بدأت في دعم دول في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب آسيا لزيادة الإنتاج المحلي لنقاحات كورونا وخلال اجتماع لجمعية الصحة العالمية عربت دول الأعضاء عن دعمها لقرار بشأن تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية والأدوات الأخرى من أجل تحسين الوصول العالمي لهذه المنتجات قال الرئيس الفرنسي إمانوال ماكرون أن بلاده ستسعى جاهدة إلى جانب الدول الإفريقية لتطعيم 40% من سكان القارة بحلول نهاية عام 2021 وقال ماكرون في خطاب أمام الجالية الفرنسية في جنوب أفريقيا أن أفريقيا تشكل حوالي 20% من احتاجات العالم من اللقاحات ولكن فقط 1% من إنتاج اللقاحات دعت منظمة الصحة العالمية إلى فصل السياسة عن العلم في تتبع أصل كورونا قال المديرة التنفيذية لبرنامج يطور الصحية بمنظمة الصحة العالمية مايك بريان إن المنظمة ستسعى للحصول على مزيد من الأراء المهنية من الدول الأعضاء في إجراء المزيد من البحوث العلمية كشفت أحدث إرشادات صحية في الولايات المتحدة عن عدم اشتراط وضع كمامة لدى إرتياد دور السينما الرئيسية في البلاد بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا تطعيماتهم الكاملة ولكن الفيروس يظل على شرستي في بقاع أخرى من العالم حيث تجاوز عدد الإصابات بكورونا في جنوب أسيا 30 مليون شيئاً فشيئاً تعود الحياة إلى طبيعتها في الولايات المتحدة بعد فترة عصيبة سببتها كورونا وكشفت أحدث إرشادات صحية في الولايات المتحدة عن عدم اشتراط وضع كمامة لدى ارتياد دور السينما الرئيسية في البلاد بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا تطعيماتهم الكاملة ضد فيروس كورونا وأوضحت دور السينما الأمريكية أن إجراءات التباعد الاجتماعي الأخرى وبروتوكولات التنظيف ستظل سارية ومنذ أسبوعين أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يحتاجون إلى استخدام الكمامات في أي مكان في بقاء أخرى من العالم يظل الفيروس على شرسته حيث تجاوز عدد الإصابات بكورونا في جنوب أسيا 30 مليون وتأتي الهند التي تشهد موجة ثانية من كورونا في صدار الدول المنطقة من حيث عدد الإصابات وتمثل منطقة جنوب أسيا 18% من حالات الإصابة العالمية وحوالي 10% من الوفيات ماليزيا من جانبها سجلت أكبر زيادة في عدد إصابات كورونا منذ بدء الجائحة بأكثر من 9000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أعلى زيادة يومية منذ بدء الجائحة كذلك سجلت تايوان 486 إصابة محلية جديدة بكوفيد-19 منها 166 حالة أضيفت للعدد الإجمالي في الأيام الأخيرة حيث تواصل تعديل أعداد الإصابات بعد تأخر في الإبلاغ بالحالات الإيجابية وفي أفغانستان تقرر إغلاق المدارس والجامعات ومراكز التدريب الحكومية والخاصة في 16 إقليماً بالبلاد من بينها العاصمة لمدة أسبوعين وذلك لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا سجلت الهند أكثر من 173 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في أدنى زيادة يومية لها منذ 45 يوم هذا وأظهرت بيانات وزارة الصحة بأن إجمالية عدد الإصابات في الهند قد بلغ 27 مليون و700 ألف مع تسجيل 322 ألف و512 حالة وفاة خضع موطنون في مدينة قوانجاتشو جنوب الصين لاختبارات جماعية للكشف عن كورونا حيث تحركت السلطات للسيطرة على الارتفاع الأخير في الإصابات وأغلقت السلطات أحد الأحياء المركزية وأمرت سكان بالبقاء في منازلهم وأعلنت مدينة قوانجاتشو وهي مركز تجاري وصناعي يسكنه 15 مليون نسمة شمال هونغ كونغ 20 إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنه تم إعطاء ما يقرب من 603 ملايين قرع من لقاحات كورونا في البر الرئيسي هذا وقالت لجنة الوطنية للصحة قدرة إنتاج لقاح في البلاد آخذ في النمو مما يلبي الطلب المحلي بأكثر من 20 مليون قرع في اليوم وتسارعت توتيرة تطعيم بعد الإبلاغ عن حالات جديدة منقولة محليا في عدة أماكن في جميع أنحاء الصين منذ 13 مايو أعلن وزير الصحة الفيتنامية نيجوين لونغ عن اكتشاف بلاده لسلالة جديدة من فيروس كورونا موضحا أنها مزيج من السلالتين الهندية والبريطانية وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء قال لونغ أن فيتنام ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثا للعالم قريبا هذا وتدرس اليابان استمرار بعض الإجراءات تقييدية في مواجهة انتشار كورونا بعد انتهاء حالة الطوارئ أوضحت الحكومة اليابانية بأنها قد تخفض حالة الطوارئ إلى تدبير شبه طارئة التي تسمح أيضا للسلطات المحلية فرض قيود مثل طلب إغلاق المطاعم مبكرا أظهرت بيانات رسمية أنه تم إعطاء إجمالي 26 مليون و100 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن وبحسب البيانات المعلنة يقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ 434 ألفا و265 جرعة لليوم الواحد وبهذا المعدل يتوقع أن تستغرق إسبانيا ثلاثة شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين بدأ مكتب المدعي العام لقرائم الاقتصادية في مدينة بخومة الألمانية تحقيقات بشأن الاجتباه في التحايل في فواتير اختبارات فيروس كورونا للمواطنين هذا وتتلقى مراكز الاختبار في ألمانيا 18 يورو عن كل اختبار وحول مكتب الضمان الاجتماعي 660 مليون يورو خلال هذا الشهر والشهر الماضي لمراكز الاختبار قررت السعودية سماح بدخول القادمين إليها من 11 دولة بعد رفع حظر فرضته للحد من انتشار فيروس كورونا ولكن مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي وذكر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أنه سيسمح بدخول القادمين من الإمارات وألمانيا والولايات المتحدة وإيرلندا وإيطاليا والبرتغال وبريطانيا والسويد والسويسرا وفرنسا واليابان اعتبارا من الغد أكدت الولايات والمتحدة أنها لا تنوي العودة إلى معاهدة الأجواء المفتوحة ومتهمة روسيا بأنها لم تقم بأي خطوات لمعاودة الامتثال إليها هذا واعتبرت الخارجية الأمريكية بأن انتهاكات روسيا قودت المعاهدة وكذير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب من معاهدة الأجواء المفتوحة والتي دخلت تحيزة تنفيذ في عام 2002 وكان هناك في البداية 35 دولة موقع عليها تسمح بتيسير رحلات جوية لمراقبة الأنشطة العسكرية لبعضها البعض كشفت الإدارة الأمريكية عن ميزانية لوزارة النقل بقيمة 88 مليار دولار تركز بقوة على البنية التحتية للبلاد معززة تمويل القطارات ووسائل النقل وكذلك الإنفاق على الطيران وسلامة الطرق السريعة خطة طموحة تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بالبنية التحتية لضمان استمرار المنافسة مع الصين الميزانية التي اخترحها الرئيس الأمريكي لوزارة النقل تركز بقوة على البنية التحتية للبلاد معززة تمويل القطارات ووسائل النقل وكذلك الإنفاق على الطيران وسلامة الطرق السريعة وستنفق ميزانية بايدن المقترحة 88 مليار دولار بعضها لتحديث 20 ألف ميل من الطرق السريعة والطرق وإصلاح عشرة جسور تعتبر الأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية وإصلاح أسوأ عشرة آلاف جسر صغير وبموجب الخطة ستغير الحكومة أيضا آلاف الحافلات وعربات السكك الحديدية وتحديث المطارات التي تحتاج ذلك إلا أن هذه الخطة تعد منفصلة عن اقتراح بايدن للبنية التحتية والوظائف الذي يبلغ 2.3 تريليون دولار إدارة بايدن أكدت أن هذه الميزانية ستبدأ في منح أمريكا الأدوات اللازمة للعودة إلى العمل وتحديث بنيتها التحتية ومكافحة أزمة المناخ وبناء المساواة في نظام النقل حتى يتمكن الجميع من التنقل بأمان وبتكلفة معقولة كان بايدن قد اقترح موازنة للسنة المالية القادمة 2022 قدرها 6 تريليونات دولار وتعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية من حيث الإنفاق مشيرا إلى أنها تهدف إلى إعادة بناء اقتصاد أمريكي جديد ويأمل الديمقراطيون تنظيم تصويتا أول على مشروع قانون الميزانية في مجلس النواب في مطلع يوليو المقبل إلا أن بطء المفاوضات بشأن النقاط الخلافية قد يرجع هذا الموعد تسلمت وزارة الدفاع الأفغانية مجمع كابل الجديد وهي قاعدة عسكرية رئيسية القوات الأمريكية وسط العاصمة وفي أعقاب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاص بسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر تواصلت أنشطة سحب تلك القوات التي انطلقت خلال الأسبوع الأخير من أبريل الماضي أعلن مسؤول إندونيسي ووسائل أعلام إيرانية رسمية أنه تم الإفراج عن نقلة ترفع علم إيران كانت محتجزة في إندونيسيا منذ يناير قال المتحدث باسم خفر السواحل الإندونيسي إنه تقرر الإفراج عن النقلة بعد صدور حكم قضائي بذلك في وقت سابق من الأسبوع كانت إندونيسيا قد قالت لدى احتجاز نقلة إن خفر السواحل اشتبه في نقلها نفطاً على نحو غير مشروع في مياه البلاد في حين قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الاحتجاز كان بسبب مسألة فنية تحدث في مجال الشحن يصوت القبارس غداً الانتخابات أعضاء البللمان ووفقاً لبينات لجنة العليا الانتخابات فإن 658 مرشحاً من 15 حزباً سياسياً يتنافسون على 56 مقعداً في البللمان وبحسب بينات يحقق لقرابة 558 ألف ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية حذرت الوكالات الحكومية في البرازيل من موجة جفاف هذا الأسبوع ستكون الأسوأ منذ 91 عاماً أصدرت وكالة مراقبة الطقس أول انذار طارئ من الجفاف في الفترة من يونيو إلى سبتمبر قائلة أنه من المرقح أن تظل الأمطار نادرة في خمس ولايات برازيلية خلال تلك الفترة ولقلة الأمطار في معظم أنحاء البرازيل أثار سلبية على زراعة الحبوب وعلى الماشية وتوليد الكهرباء نظراً لاعتماد برازيل بشكل كبير على السدود المائية للحصول على الكهرباء أنقذ خفرة سواحل إسبانية 58 مهاجراً من المحيط الأطلسي وقالت خدمة طوارئ في جزر الكناري بأن من بين الذين تم إنقاذهم امرأة ومهاجر نقلوا إلى المستشفى وأفادت أبيانات وزارة داخل الإسبانية بأن 4935 مهاجراً قد وصلوا إلى جزر الكناري عن طريق البحر في عام 2021 حتى الخامس عشر من مايو انطلق صاروق من طراز سويوز يحمل 36 قمراً صناعياً تابعين لشركة بريطانية ومخصصين للإنترنت أقالة كالة الفضاء الروسية روسكس موس إن الصاروق انطلق بنجاح من قاعدة فوسو تشيني بحث رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت مع رئيس الوكالة الجامعية الفرانكفونية سليم خلبوس تعزيز سبل التعاون في المجالات التعليمية والثقافية ونقش الجانبان دراسة فتح مقر ومكتب وطني فرانكفوني داخل جامعة القاهرة ويكون مركزاً للإشعاع الحضري وتنوير الثقافي يقدم خدماته المتعدة للطلاب في تدريب وفي ريادة الأعمال وتحسين الإدماج المهني للطلاب في سوق العمل العالمية دخل مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى حيز التنفيذ حيث تم تحديد الأدوار والمؤسئوليات الخاصة بالجهات المعنية بمتابعة تنفيذ هذا المشروع هذا وتبع وزير التنمية المحلية محمود شعراوي مع مسؤولي البنك الدولي آخر مستجدات التعاون في مجال المخلفات الصلبة وتحسين جودة الهواء بالقاهرة الكبرى وأكد شعراوي على أهمية دور البنك الدولي في توفير التدريب والتأهيل للكوادر البشرية العاملة في هذا المشروع وكذلك منظومة المخلفات بالقاهرة الكبرى عبر إنشاء وحدات جديدة لإدارة المخلفات وتدويرها وإنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة وقلق توعية مجتمعية لدى المواطنين والآن مشاهدين وقف مع أهم الأخبار الاقتصادية أعنى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأن تقريرا لمجموعة البنك الدولي أفاد بأن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من كبر حجم هامش اقتصاداتها غير الرسمية هذا وأشار إلى أن عدة دول تعمل جاهدة لتحديد هذا الهامش ومنها مصر والتي أكد تقرير تبنيها صلحات ضربية وتسهيلات في الإجراءات أثبتت نجاحها عالميا هذا ولفت إلى أن مصر قامت على توفيقها مع الوضع المحلي بجانب استحداث آليات للدفع والتحصيل الإلكتروني بتسهيل وتشجيع أصحاب الأعمال على الانتقال إلى قنوات الاقتصاد الرسمي والاستفادة من التسهيلات المالية المقدمة ومن مميزات العمل داخل الاقتصاد الرسمية انضمت أربعمائة من كبرى الشركات المستوردة إلى النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات ACI منذ انطلاقه تجريبيا في أول إبريل الماضي وأوضح وزير المالية محمد معيت أنه لم يتم رفض طلبات استيراد أي شحنة تمت عبر هذا النظام حتى الآن ونوها معيت بتدريب ألف شركة وعقد أربعين ندوة افتراضية لثلاثة ألاف وخمسمائة مستورد ومستقلص جمركي على إنشاء حساب إلكتروني على منصة نافذة وذلك للحصول على التوقيع الإلكترونية نفى المركز والعالمية لمجلس الوزراء ما تردد عن اعتزام الحكومة زيادة رسومة الجمركية خلال الفترة المقبلة هذا وقال المركز إنه تواصل مع وزارتي المالية التي أكدت بأن رسومة الجمركية على مختلف الواردات ثابتة دون أي زيادة ومشيلة لأنه قال تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكانة منظومة الإدارة الجمركية والذي يسهم في تقديم عدد من التيسيرات للمتعامل مع مصلحة الجمرك سواء من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلاهم من المستخلصين الجمركيين من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتورة هالا السعيد هذا الانتهاء من تنفيذ 292 مشروعا تنمويا بسويس بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 12 مليارا و600 مليون جنيه في سبعة قطاعات وهي التعليم والصحة والإسكان والكهرباء والبترول والنقل والتنمية المحلية جاء ذلك في العدد التاسع من تقرير متابعة المواطن في المحافظات لمحافظة السويس والذي يتضمن حصرا للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال تلك الفترة وربطها بأهداف التنمية المستدامة تحرص الدولة على إنشاء صوامع حديثة في كل محافظات مصر لتخزين القمح وحفظه وتفقد وزير وتموين وتجارة داخلية علي المصلحي منظومة ما كانت تداول الأقماح داخل الصوامع بمدينة بنها بمحافظة القليبية هذا وأوضح المصلحي أن الصوامع المنشأة قد تم تجهيزها بوسائل تكنولوجية حديثة تسمح بمراقبة الوارد إليها إلكترونيا والصادر منها وذلك إلى المطاحن إضافة إلى نظم تهوية حديثة إن جانبه نوها محافظة القليبية بأنه تم اختيار صومعة بنها لتكون نواء لتحويل كافة صوامع الجمهورية لتصبح بالنظام المميكان كانت من ضمن التوجهات الرئاسية والوزرية بإدارة منظومة الحوكمة وإدارة منظومة الحوكمة تعني إدارة مراقبة المغزون مرغبة جيدة بدون أي تعامل بشري لأننا نعلم جيدا أن هناك قد أخطاء قد تحدث بدون قصد من نتيجة التعامل البشري مع فحص الحبوب أو كتابة الأرقام أو كلام من كده إنما هذه الإدارة بالنسبة للحوكمة هو موضوع إننا إزاي أقدر أعمل كنترول مميكان من أول دخول العربية وإنها تاخد كود وهذا الكود بيفضل ملازم لتلك العربية بعد كده بتتدي العربية بتخش على الفحص بالكود اللي هي خدته على البوابة والنتائج التحليل بتطلع على الكود نفس القصة بيخش على الوزن بيطلع على الكود صوامعة بنها تحتوي على 12 خلية ساعة كل خلية 5000 طن صوامعة مجهزة بأحدث أساليب التخزين المطابعة حالياً في العالم للحفاظ على جودة الأقماح من استلامها من الموزرعين والموردين إلى أن يتم تسلمها لشركات المطاحن وإنتاج رغيف الخبز المدعم الصوامع ساعدت في تقليل الهدر اللي كان بيصل من 10% إلى 15% في الشوانة الطرابية عقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤتمراً صحفياً للإعلان عن ما تحقق من إنجازاتها وخططها المستقبلية المزيد مع الزميل همام مجهد مستمرون معكم مشاهداء العزاء في هذه التقطية المستمرة على إكسرا نيوز لمؤتمر المتحدة للخدمات الإعلامية يسعدنا أن ينضم معنا في هذا اللقاء أستاذ متحة العدل المنتج الكبير أستاذ متحة أهلاً بحضائك على إكسرا نيوز النهاردة بالتأكيد حضائك استمعت إلى هذا المؤتمر الصحفي وكان فيه عدد من القرارات المتعلقة بالإنتاج الفني الإنتاج الدرامي المتلسلات المجال الإعلامي والفني بشكل عام بداية رأيك في هذا المؤتمر وما تم طرحه من القرارات مؤتمر فيه كثير من الشفافية والوضوح وتعديل لتجربة إيجابية محترمة وأي تجربة إيجابية لازم تصلح نفسها بنفسها وده أساس التقدم والتطور إحنا كشركة اشتغلنا مع الشركة المتحدة وعملنا معهم عمال كويسة جداً إن شاء الله سنين اللي جاية إحنا وغيرنا يزيد عدد المنتجين والتنافس هو اللي بيخلق التميز وإن شاء الله يعني متفائل بالمؤتمر جداً وبالحياة الحسابة كان فيه قرارات لفيتة من بين هذه القرارات سيد متحط الإعلان عن جوائز مختلفة تتعلق بالعمل الإبداعي العمل الفني سينيرويهات رأيك فيه اهتمام الشركة المتحدة واهتمام الوسائل الإعلام التابعة للشركة المتحدة بتطوير العمل الفني والإبداعي مهم جداً جداً يعني الجوائز هي زي ما بتقول ملهمة هي اللي بتشجع الناس إنها تشتغل اللي أنا قلتها قبل كده التنفسية التنفسية التي تغلق العمل الجيد فجميل إنها تهتم بإنها تقدم جوائز وجوائز بإسم ناس مهمين وقيم ناس لهم قيم زي وحيد حامد وصالح مرسي ونعم الباز والآخرين ده شيء محترم جداً وبيجع الفضل لأهله كتاب الكبار دول هم اللي أطرح حياتنا وجدنياً وبالتالي مهم إن احنا نقدم جوائز بإسمهم عشان نقول للولاد اللي جايين نفسينا تبقى زي دوك صناعة الإعلام أو صناعة الفن في وقت ملوقات كانت منحسرة تحديداً بعد 2011 المتحدة امتلكت العديد من الوسائل وحاولت إنها تطور تنمي هذه الصناعة رأي حضرك برضو في تنمية هذه الصناعة في تطويرها من خلال الوسائل المختلفة اللي بتبتلكها للمتحدة لا هي ما كانتش حصرت هي كانت قلبة فوضى وهو ده الفارق بس إنها كانت قلبة نوع من أنواع العشوائية وكل واحد طالت يقول أي حاجة اللي هو عايزه دون نظر إلى مصلحة وطن أو يقول إيه وما يقولش إيه أو 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 فهذا التنظيم احنا كنا محتاجينه جداً جداً وحصل وإن شاء الله تنطلق إلى فق أعلى لأن حتى في إنجلترا اللي هي مفترض أنها قومت ديمقراطيات هناك معايير محددة للبي بي سي ما تقدرش تقول حاجة لما يكون لها معايير له علاقة بمصلحة الوطن وبالتالي اللي حصل ده هو اللي كان مفروض يحصل حصل بشيء من الجدية وبشيء من التحدي وأعتقد أنه هو هيتطور للأفضل السيني اللي جاء شكراً جزيلاً شكراً شكراً جزيلاً لصالح مصر ولصالح الفن فأنا بقول ألف مبروك وبالتوفيق وبتمنى إنّ السيني اللي جاية أنا عندي أمل أنها هتبقى أحلى والسيني اللي فاتت برضو كانت حلوة واه إحنا كفنانين والإعلاميين وكل ده مصلحتنا والمصلحة بلadنا وأهم حاجة أن نقدم شيء يمس المجتمع بتاعنا ونقدر نقول كلمة من خلالها يبدأ غدا تسليم دفعة جديدة تشمل 720 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر لحاجزيها بمدينة حضائق أكتوبر وصرحت دكتور عاصم الجزار وزيره الإسكان بأنه تم تخصيصه أيام محددة لتسليم الوحدات لمنع التزاحم عند انتهاء أو انهاء إجراءات التسليم وتجنبا للإصابة بفيروس كورونا بجانب تخصيص موعيد أخرى لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة التسليم يوفر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خدمة سداد أقصى تقرود عبر منافذ الدفع الإلكتروني ووضحت توزيرة تجارة وصناعة نيفين جامع أن ذلك يأتي وفقا لتوجهة الدولة برقمنة مختلف الخدمات المقدمة الجماهير من أجل تسير عليهم وتوفير الوقت والجهد وهو الأمر الذي زادت أهميته بعد ظهور فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمنع تكدس والسحام تبحث مصر ولبنان الفرص الاستثمارية بالقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية المستهدفة تمهيدا لعرضها على دوائر الأعمال بكل البلدين لبدء استثمارات مشتركة في هذه المشروعات وبهذا الشأن عقدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع اجتماعا مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني وأكدت جامع أن الحكومة المصرية خطت خطوات كبيرة فيما يتعلق بتهيئة مناخ الأعمال وتيسير الإجراءات والقضاء على البيروكراطية جاري إعداد أدلة إرشادية للتعدين في مصر حتى في المناطق المحمية وإتاحة فرصا لدمج المجتمع المحلي للمحميات في تلك الصناعات وفي كلمة ألقتها وزيرة البيئة نيابة نعا رئيسي الوزراء وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرنس في المائدة المستديرة حول الصناعات الاستخراجية كمحرك نحو تنمية المسدامة في المنطقة العربية أكدت الوزيرة أن الحكومة عملت خلال العام والنصف الماضي على إعادة النظر في القانون المنظم لعملية التعدين في مصر هذا وحضر مؤتمر الشركة المتحدة لخدمات العالمية لإعلان عن ما تحقق من إنجازاتها وخططها المستقبلية حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام توقيع البروتوكول ده تم في 2018 وإحنا مستمرين فيه وكانت مجموعة القنوات اللي طلعت القناة الأولى والفضايا المصرية وكان عندنا المحتوى التراثي اللي احنا متعاونين فيه مع وورتشيت اللي هو عملية الرقمانة ولكن فيه مشروعات تانية مستعبلية إن شاء الله وطبعا فيه تعاونات من الجانب الرياضي زي قناة أون تايم سفورت واحد واثنين وثلاثة وطبعا طلعت فيها البطولة الرياضية وبطولة الأفريقية وهكذا ففيه تعاونات كبيرة جدا وإحنا النهاردة كنا بنشوف نتيجة الحصاد ده على مدار خمس سنوات ويهمنا اللي احنا بنلقى الضوء طبعا على شركة ليها اهتمام واسع جدا في المجال الإعلامي أخيرا كيف تنظرون خلال الخمس سنوات الماضية؟ ماذا تقيمون الأعمال وربما المجهود اللي أمد بشركة المتحدة؟ أولا الأعلام مهنة سقيلة من ناحية الموارد بتاعتها والناحية اللي انت متطلب تغيير كل شوية طبعا يعني احنا بنتكلم عن نواحي مالية تفوق المليارات فكنا اللي احنا النهاردة الشركة بتعرض الخمس سنوات والنجاح اللي تم في آخر السنين ده شيء مهم جدا لينا عشان نعرف احنا رحيين فيه تمتت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية كل من المعمل المرجعي لرقابة على الانتاج الداجيني وقسم بحوث البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية مع ملين مرجعيين في مجال تشخيص مرض انفلونزا الطيور والبروسيلا على المستوى الدولي وأوضح وزير الزراعة السيد القصير أن أهمية هذا الاعتماد تتجلى في وصول مصر إلى العالمية والريادة والتميز في مجال التشخيص المعملي لأمراض الحيوان تبقى لأحدث وأعلى المعايير الدولية الصادرة على المنظمة العالمية للصحة الحيوانية انطلقت فعليات حملة لتعريف المصريين في الخارج بكيفية الاستثمار بالبروسة وسوق المال المصرية هذا وأوضح توزير توارهجرا نبيلا مكرم بأن الحملة تتضمن المعلومات الخاصة بكيفية الاستثمار وإدراج الشركات في البورسة وبدأت وزارة الدولة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج الحملة عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بتعاون مع البورسة المصرية افتتح المنتدى المالي الدولي اجتماعات الربيع العام 2021 لتسليط الضوء على الحوكمة العالمية والتنمية في حقبة ما بعد الوباء وإشارك في الحدث الذي يقام برعاية المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية ما يقرب من 500 مشارك من أكثر من 50 منظمة دولية وإقليمية وأكثر من 50 دولة ومنطقة والآن وقفة مع الأخبار الرياضية توافدت الجمهير على ملعب بورتو بالبرتغال لحضور نهائية دورية أبطال أوروبا ما بين منشست الستي واتشلسي هذا وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرر سماح لأكثر من 16 ألف متفرق لحضور هذه المباراة النهائية لدوري الأبطال وذكر الاتحاد الأوروبي بأن سلطات البرتغالية قد أكدت بأن 33% من ساعة ملعب بورتو ستستقبل الجمهير في المباراة النهائية مع مراعاة قواعد الطباعدة الاجتماعي من أجل مكافحة انتشار بايروس كورونا المستقد أكد الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزية أن فريقه سيكون عليها أن يعاني إذا أراد الفوز على تشلسي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مشيرا إلى أن حجم المباراة وأهميتها كبير أنا متأكد بأننا سنعاني من أجل الفوز بالمباراة النهائية معظم الأوقات في المباراة النهائية تكون معاناة يجب أن تكون مرنا وأن تحاول التكيف مع اللحظات السيئة التي تمر بها في النهاية يجب أن نظهر بأسلوبنا المعهود وأن نقدم مباراة جيدة كل ما أستطيع قوله هو أنني أسعد رجل في الوقت الحالي إنه امتياز وشرف ختم هذه النشرة أن تذكرة بأهم ما جاء بها من عنوين الخارجية تؤكد أن مصر في طليعة الدولة داعمة لعمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة الرئيس العرقي يشدد على إجراء الانتخابات في موعدها ويدعو لتحكيم لغة العقل لتجاوز الأزمات ومنظمة الصحة العالمية تعلن دعم دول أفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب آسيا لزيادة الإنتاج المحلي للقاحات كورونا انتهت النشرة الإخبارية ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب شكرا لكم مشاهدين